كأنه يحكي لك شيئاً في هذه الدنيا تخرج فتشاهد الأرض تحتك ثم تشاهد السماع فوقك ثم بعد ذلك يأتيك السحاب فينزل عليك المطر ثم تنبت الأرض نباتها فيخرج الله بذلك المطر من الثمرات ما يكون رزقاً لنا سواء نأكله مباشرة في الزروع والثمار أو تأكله بهائمنا فنأكل من لحوم هذه البهائم ثم قال عطفاً على تقرير هذه النعم من أنعم عليك بهذه النعم فلا تساوه بغيره مما لا يفعل شيئاً ولذا قال فلا تجعلوا لله أنداداً يا أيها الناس هذا أول نداء في القرآن واجهوا إلى الناس قاطبة لمؤمنهم وكافرهم عربهم وعجمهم رجالهم ونسائهم أمرهم فيه بأن يعبدوا الله وحده فقال عبدوا ربكم فالرب هو الذي أنعم ورب الخلق بصنوف النعم فأمر الناس بأن يفردوا الله بالعبادة ثم استدل على ذلك بكونه خلقهم فمن خلقك فهو المستحق لأن تعبده جل وعلا وكذلك هو الذي خلق من قبلك لعلكم تتقون أي تصلون إلى درجة التقوى التي تتعلق بها خيرات الدنيا والآخرة كما قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات ونعيم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثم استدل على ذلك فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا أي وطاها وسهلها لتتمكنوا من السير عليها والمنام فيها وإقامة عمرانكم وبنيانكم عليها ولم يجعلها كلها جبالا وجعل السماء بناء محكما ومن فضله أن جعل الماء يأتيكم من السماء فقال وأنزل من السماء يعني من العلو ماء وهو ماء الأمطار يسوقه الله جل وعلا من الأميال البعيدة ولا كيال المديدة إلى أن يصل إلى أطراف الأرض الشاسعة ثم بعد ذلك كأنه يحكي لك شيئا في هذه الدنيا تخرج فتشاهد الأرض تحتك ثم تشاهد السماء فوقك ثم بعد ذلك يأتيك السحاب فينزل عليك المطر ثم تنبت الأرض نباتها فيخرج الله بذلك المطر من الثمرات ما يكون رزقا لنا سواء نأكله مباشرة في الزروع والثمار أو تأكله بهائمنا فنأكل من لحوم هذه البهائم ثم قال عطفا على تقرير هذه النعم من أنعم عليك بهذه النعم فلا تساوه بغيره مما لا يفعل شيئا ولذا قال فلا تجعلوا لله أندادا أي لا تسووا بين الله وبين غيره في عباداتكم فتصرفونا لها شيئا من العبادات التي هي حق لله قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة ساعة 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 شكرا